تيوتا لند كروزر موديل 2016 بتحديثات الفيسلف بنفس طراز J200 إضاءة السيارة بشكل عام صارت مستمدة من السيكوية من الفورينار من معظم سيارات تيوتا SUV بشكل عام عام شوف الكروزر صارت داخل بالسيارة عندك الإدي نهاري تضول أساسي زينون بكل فئات ولكن تضول عالي بيكون عندك زينون على الفئات العليا مثل VXR أما بعض المواصفات أو بعض الفئات الأقل بيكون عندك تضول عالي هالوجيني عادي وأيضا تكرنت عن هذا الشيء من قبل كشافات عنكم موجودة على السيارة حساسات أمامية بالتأكيد غطاء محرك جديد مقارنة بالطراز السابق أو الموديلات السابقة بالنسبة لإطارات السيارة عنكم الفئات كلها بيكون عليها 18 إنش والفئة العليا بيكون عليها 20 إنش نفس اللي معانا اليوم وبالنسبة للإطار نفسه عنكم 285 50 على الجنة 20 طبعا المرايا عنكم بالنسبة لفئة الفل أوبشن VXR بيكون عليها كاميرات عشان 360 درجة بالنسبة للرؤية كيلس انتري موجود على السيارة مع الكروم بكل مكان التحديثات اللي صارت على لند كروزر 2016 من خلف في إضاءة جديدة بالكامل الجناح جديد على فئة الفئة 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 أكثر عندك الفئة الفئة اللي معاك وانتا الفئة 5.7 عشان تعرف حجم الإنجن اللي معاك القلس موجود بالخلف أيضا حساسات الكاميرا موجودة طبعا هاي الداخلية الموجودة باللون البني هذا اللون الجديد نازل عنا في الإمارات على لند كروزر لون البني الغامق كفرش داخلي لند كروزر وفرق كبير بالمساحة مثل ما انتم شايفين مريحة جدا مقاعد الصف الثاني مقارنة بالمقاعد الصف الثالث ونفس المقاعد عندك انت فيه تقدم شوي اذا كتعطي مساحة أكثر للناس اللي وراك او ترجع انت براحتك فيك ترجع لسه أكثر وتخشيب موجود في السيارة شوي على الأبواب شوي على الأماكن الموجودة وعن هون الشاشات الموجودة هاي 10 إنش تجي على الفئات العليا بالتأكيد الشاشة الموجودة 9 إنش الشاشة موجودة على كل فئات لند كروزر 2016 أما المحرك اللي هو معنا لليون بيكون ثمانية سلندر عشق الحرفي سعة 5.7 لتر قوة 362 حصان والعزم بيكون 530 نيوتن ميتر ال362 حصان تأخذهم انت على عزم أو على دوران مكينة بيكون عندك 5600 دورة أما العزم بتأخذ انت على 3200 دورة RBM شو الاختلاف؟ جير اللي بيجي على محرك الـ 5.7 بيكون ثمانية غيارات أوتومهديكي لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة على سيارة من سيارات تيوتا بالنسبة لأرقام التسارع بيكون تسارع من صفر لمية بسبع ثواني والسرعة القصة بتكون 220 كم في الساعة محددة الكترونيا من الوكالة بالنسبة لأرقام الوقود وصرفية السيارات أول شي عندك فل التانك 138 لتر يعني تعبي في دبي فل المرة الثانية في السعودية بسوين ما بعضف التانك الكبير مهم جدا للخطوط ولعبتها صح تيوتا كسيارة مهمة للخطوط مصروف السيارة الآن يكون مصروفة 15.7 لتر ميل بيترولة كل مئة كيلومتر مصروف حبيتين شوي فوق يعني عالي شوي بالنسبة لأرقام الأمان الموجودة في الأنتي كروزر الوساط الهوية الموجودة عندك 6 بالفئات العادية والثمانية بفئة VXR الفل اوبشن أما بعض المناصفات القياسية بعض الوكلاء ممكن نجيب 2 فقط هذه الحلقة مختصرة لمشاهدة الحلقة الكاملة اضغط على الرابط في الوصف أسفل الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر